اشتركوا في القناة بعمر كتير صغير السلوليت هي مشكلة 3-4 النساء بتعاني مننا لأنها أكثر لأسباب طبعا الأرمان والأرمان هو الأستروجين الأكثر موجود بنسبة عالية عند النساء مشان هيك النساء أكثر شي هي اللي بتعاني من هيدا المشكلة وفينا نتفديها نحن بطرق كتير هينة من وراء الأكل طبعنا والسبور من وراء نمط حياتنا وخصوصها لقبل الصيفية كمانا فينا ننتبه ونقدر نضب الجسمنا ونتفديها كمانا فأزان هي أصلا شو السلوليت يعني هذا المنشوفه على الجلد هالتموج شوه بالحقيقة؟ مظبوط هي دهون بيكون دغري تحت البشرة بتقدي أنه هيدا البشرة يصير فيها تموج لشان هيك بتزعج المرأة ونحن فينا نتفايدة هيدا الشيء من خلال أنه طريق هلا رح نحكي على أربع قصص كتير هينة نقدر نتبعهم وما بيكلفوا شيء يعني والمرأة كل مرأة فيها هي بالبيت تقع تنتبع على حالها وتقدر بنفس الوقت تتفادى هيدا المشكلة هيدا لايف ستايل يعني مظبوط هو لايف ستايل هو نمر حيات رح نحكي عنه بالتفصيل بالوقت يعني أغلب الاعتقاد أنه هيدا نوعية جلدة مظبوط هي الجلدة بتأثر في عالم حسب الجينيتيك في عالم بتتأثر بالسلوليت أكتر من بشرة تانية بس كمان إذا واحد كان عنده وزن زيد كمان بيقدر أنه يقدر يكون عنده ريسك أكتر أنه تدفلوب السلوليت في بشرة يمكن لإضعاف أكتر يمكن ما بيكون عندهم سلوليت تتفاوت حسب كل بشرة عم نشوف بعض الصور لنشوف وين أكتر شي بيتجمع السلوليت هلا أكتر شي على الهنش بيكون فيه سلوليت على البرتي التحتينية من الجسم كمان يكون فيه على الإيدين من وراء بس أكتر شي اللي بنعين منه هو على الإجران يلي بيصير في عنا سلوليت ودائما بيكون بالنصاحة ولا كمان لما بيدعف تدعف السيدة بيبقى هالستوكار مضبوط لما تدعف السيدة هي بتصير أكتر بالإلاستيسيتي طبعا البو لأنه وقتا تكون ناصحة بترجع بيدب الوزن الجلد بتخسر الإلاستيسيتي طبعا مشان هيك كمان بيصير في عنا سلوليت طيب شو الطريقة لتفادي هالموضوع في أربع أشياء كتير هنا فينا نتبعون أول شي الرياضة كتير مهمة كتير مهمة أن الواحد يقدر يعمل سبار لأنه السبار بيخلي أنه دورة دموية تمشي منيح بالجسم وبيشد كل أعضاء الجسم ومنفضل نحن أنه نعمل كارديو أكتر من أنه نعمل مسكولاسيون لأنه الكارديو مثل الركض مثل ما هم شوفون البيسكلات بيساعدون أنه نحرك كل جسمنا وبالتالي نقدر نتفادع السلوليت تاني شغلة مهمة هي شرب الماء كتير مهم تقريبا نشرب نحن بين 2 دوليتر ماء بنهار لأنه الماء بتنظف كل شي تكسين بقلب الجسم كمانا تجمع التكسين بالجسم هن بيقدوا سبب من الأسباب كرمال يصير في عنا سلوليت فوقت نشرب نحن ماء منيح يوميا 2 دوليتر تقريبا بيقدر بيساعدونا أنه نقدر نتخلص من السلوليت الشغلة الثالثة هي مهمة هو الأكل نظام الأكل الصحي يعني هو ما أنه نظام كتير غريب بالعاكس هو نظام صحي لازم نتبعه إن كان كرمال نتفادع السلوليت إن كان كرمال ننتبع على صحتنا أول شي بنا ننتبه أنه ناكل حبوب كاملة أمحة كاملة كل شي يكون كامل كرمال اللي بيساعدونا أنه نحس حالنا شبعانين تفيل فل يعني هيك ما بيخلونا كتير نلقمش نبعد عن الفات ناكل لو فات لو شغر بلا كتير سكر بلا كتير مقالة كرمال نحن ما يستير في عنا وزن زيد وبالتالي نقدر نتفادع السلوليت كمان فينا ناكل إشي كتير فيها فيها وخدرة هنه كتير منها فيهم أنتاي أكسيدن فيهم مضادية الأكسيدة يلي هنا كمان بينطفولنا جسمنا وبالتالي بيخلونا كمان نتفادع أنه يصير في عنا سلوليت في عنا الليسيتين كمان هي موجودة بالبندورة بالبيض موجودة بسبانيغ هي كمان بتساعدنا بتنظف الخلية طبعا يلي بالبشرة كمان منقدر هون عم شوف السبانيغ كمان فيهم فيتامين كي كمان منيحة كتير للبشرة وبتشد البشرة كمان في كتير غير القصص هون عم نشوف هلأ الجوز الجوز كمان بيساعدنا أنه بينشف بيسحب الماء على كل جسمنا على كل الخلية يلي بيجسمنا كرمال نرطبهم وهيك كمان بيبطل البشرة تبين جافة فالجوز كتير منيح هون عم شوف الكيا سيدز كل هيدول الفلاك سيدز كمان منيح فينا نستعملهم بالأكل كمان بيساعدونا كرمال نقدر بيساعدونا على الخلية يعني بيخلوهم يكونوا مرتبين وبيساعدونا أنه نقدر نتجنب الساليوليت طيب قونا عم نحكي الإكتار من هال مش الأكل يعني كل شي بالزيد بقوله بالمعنى نقص لازم ناكل كل شي بكمية معتدلة تكون ونقدر ننتبه على الكميات اللي عم نكلها بس هيدول الأشياء بيفيدونا وفينا نقدر نكلهم بكميات معتدلة طبعا هون عم نشوف البروتين البروتين كتير منيح كرمال الفورميولاسون طبعا الكولاجين والإلاستين بالجسمنا كرمال تشد البشرة طبعا البروتين مثل السمك مثل الجيج مثل البيض مثل حتى الحبوب هيدول كمان كتير منيح كرمال الإلاستين والكولاجين بيجسمنا هيدا بريفنشن هيدولي أزق بريفنشن يعني قبل ما يتكون الساليوليت مظبوط إذا تكون الساليوليت هلا إذا تكون الساليوليت هو مش تغربين هو نحنا بنعمل مثل ضغط إذا بديك برسيون على البشرة وقتا نشد عليها إذا عمل التموج يعني في عنا شوي ساليوليت بس يعني بعد ما صار يعني بعد فينا نتفدي حتى إذا بلش يصير عنا شوي ساليوليت كمان هيدول اللي عم نحكي عنهم كمان بيقدر يخلونا أنه نجرب نخفف الساليوليت لأنه وانس وصلنا عاستاد بيصير كتير صعب بيصير بدنا تغابي ميديكال بتبطل بريفنشن بالأكل يعني مشين هيك قبل ما كل سيدي يصير في عنده هيدا البروبلين نقدر نقدر بالأكل نتفدي ولكن لو في ساليوليت يعني بيقدر يتزايد بيقدر يتزايد طبعا إذا ما تعالج وماهتم مينة فيه أكيد بيتزايد وإذا هاللايفستايل ما كان متبع وهالبريفنشن ما كانت كمان عم تتبع هلأ في ساليوليت في كتير إشياء تانية يعني هون عم نحكي عن لايفستايل وطريقة حياة وأكل لكل أنواع مزبوط هو وقتا يكون طريقة الحياة لما تكون صحية والنظام الغذائي يكون صحي اللي نحنا عم نتبع ما فيه كتير دهون ما فيه كتير سكر هذا بيخلينا أنه نتفايدة كتير من الأمراض ومنهم الساليوليت ونقدر أنه نحافظ على صحتنا وعلى وزننا كمانا يكون وزننا صحي وسليم هلأ وزن اللي بيطلع وبينزل كمان بيأثر بساليوليت إذا بيطلع وبينزل بطريقة يعني 2-4 كيلو يعني range معي يعني average صغير لا ما بيأثر بس إذا حدا كان مثلا تخسر 10 كيلو أو أكتر مثلا العشرين كيلو لأنه البوم مثل ما حكينا هي إلاستيك يعني بتمغط وقت الواحد ينصح وقتها يضعف كمان بدأت ترجع بدأت تضعف سواء بيصير في عنا مثل ترهل إذا بديك بالبشرة رفينا نحكي عن ترهل أكتر من ما أنه سليوليت وهون يعني الفرق كبير يعني بين اتنين طبعا ولكن هتما وجهت تكون خلاص يعني فقدت هالستيسيتات تبعيتها ما بتعود ترجع هلأ إذا فقدنا كتير كيلوية يعني خزرنا كتير كيلوية والبشرة كتير صارت إذا بديك صارت كتير هيك في ترهولات أكيد لازم بساعدتها نعمل ترابية ميديكال بس نحنا نحكيها لأستاد بعده قبل ما نوصل لهالستاد أفانسي كمان في السبايسيز وكل شيء بهرات اللي منضيفهم على الأكل للجينجر مثلا هيدولي كمان بساعدونا إذا ضفناهن على الأكل دقان بيعطوا نكهة طيبة دو دو كمان فيهم بساعدوا البشرة كرمال أنه نقدر نتخلص من الساليوليت وفيه كمان الشاي الأخضر الشاي الأخضر هلأ الدراسات عم بتبين أنه فيه عنده كتير فويد على الصحة منه أنه بخفف الاسترس بريح الأعصاب يعني إذا الواحد أخده بقدر كمان بساعد على تخفيف الساليوليت مشنه هيك بينصح أنه واحد يشرب يتناول الشاي تقريبا يوميا شاي أخضر 2 لأربع كسات يومية بدون سكر بدون سكر أكيد لأنا مع الشاي بصير سكر بور يعني مضبوط على كل حال إذا حكينا عن إن كان الأطعمة اللي فيها سكر أو كل الأطعمة التانية اللي ممكن نكون عم نزد له إن كان فات ولا كان كتير من الأشياء اللي ممكن تكون مؤذية هي كعوايد كمان يعني حتى مثل الشاي الأخضر نحن نزد له سكر لأنه مصير بس نستطعم بالسكر وما منعرف شو يعني شاي أخضر لأنه ما منع مستطعمين إلا بالسكر مزبوط يعني هي نمط حيات الوحد أول مرة يمكن إذا دي رح يحسوا يمكن مش طيب أو مرش لأن نحن معوادي مش نحط ملعة نحط 2 و 3 من كتر السكر كرمال نستطعم بالقوص يكري بس نحن ونستعودنا أنه بلش نخفف تدريجيا السكر يعني تصير نحط ملعة صغيرة سكر بعدين نحط نصف ملعة صغيرة فمسير مرة على مرة لخلص الطعم بتتعود ونقدر نصل لمرحلة لأنه نقدر نشرب الشاي الأخضر بالسكر جسيكا شمعون أخصائي تغذية أهلا وسهلا فيك أخذ معلومات مهمة منك اليوم وقفة هلأ ونرجع من تابعه نحن ويكون ألايف خالي كونمان